اسمعوا وانتبه نحن من الذي يحرك أقدارنا؟ أسألك بالله تنتبه من الذي يحرك أقدارنا؟ الله صح؟ يعني أنا لما أتيت هنا للستوديو ركبت السيارة ترمشت بأمر الله أتيت هنا بأمر الله أخذت القلم بأمر الله خرجت على الشاشة الله يحرك الأقدار اتفقنا اتفقنا زين الله عز وجل شوفهم أنه يحرك الأقدار يقول لنا لا تنسوني لأنكم أنتم ستنسون أنفسكم كيف يا رب ننسى أنفسنا؟ أضرب لك مثال من المحرك أو الوقود السيارة؟ مثلا بترول صح؟ بترول هو المحرك للسيارة تفقنا يا شيخ تصور أنت ماشي بالسيارة وطالع البترول نسيت البترول وماشي في طريق صحراء الدنيا وأنت ناسي البترول خلص البترول ترى أنت ضريت نفسك ستقف السيارة على جنب وتوقف ضريت نفسك أنت ما نسيت نفسك وقتها أنت نسيت البترول نسيان البترول هذا كان له كان له عقبات أن يضر نفسك أن تقف في عرض الصحراء هل رأيت مثلا هل رأيت كابتن طيارة ينسى البترول ها فل البترول؟ لا وفي السماء للمحرك بند والله يا كابتن نحن نسينا البترول لا حوله ولا قوة ما رأيناها لأنه يعلم إذا نسى ستسقط به ويموت يهلك نفسه فواجب علينا تذكر فالله عز وجل يقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ قال هم نسيوا ربنا نسيوا ما ذكروا ما أتوا بالصلاة ولا حاجة ولا يذكرون الله حتى ما يذكرونه لا استغفار لكن هم بالحقيقة فأنساهم أنفسهم هم نسيوا أنفسهم هم أهلكوا أنفسهم كرجل يمشي في الصحراء ونسي البترول وقف في عرض الصحراء فالله عز وجل قال أولئك هم الفاسقون ضروا أنفسهم ضروا مستقبلهم لهذا يريد الله عز وجل لشانه منك في النسيان اعرف شوف من عدل الله اسمع اسمع من عدل الله أنه في يوم القيامة العقوبة بمثل ما صنعته في الدنيا تعرف وش الحياة وش الحياة الحياة عبارة عن ريتويت الحياة عبارة عن ريتويت ربما تقول يا شيخ وش دخل تويتر بالحياة ما تصنعه تكتبه أنت بفعلك سيعادوا عليك لحياتك الحياة عبارة عن ريتويت الحياة عبارة عن إعادة نشر ما تكتبه سيصل إليك مرة أخرى الشاهد من الأمر الله عز وجل من عدله يجعل العقوبة في الآخرة بمثل ما صنعته في الدنيا تقول كيف رجل متكبر مثلا لا يرى إلا نفسه يمشي متكبر يطالع الناس بفوقية بالسيارة بفوقية ويطالع طالحهم ما عقوبته يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر نمل يطأهم الناس بأقدامهم ترى ما كان الشيوف الناس هو كان هو يطأ الناس وما يرى الناس ولا يعترف بوجود الناس يوم القيامة الناس ما حتشوفك ما حتشوفك أصلا ستكون أنت بحجم النملة قال صلى الله عليه وسلم يمشي الناس من هول المطلع والقيامة وجي يومئذ بجهنم ويرون الملائكة يمشون يطأونه المتكبرين والناس لا تشعر لا أنت يوم في الدنيا كنت أنت متعمد تتجاهل الناس متعمد تتجاهل الناس متعمد لا ترى الناس يوم القيامة الناس ما حتشوفك لكن بعفوية وسيطأون عليك تهلم لماذا بأمثال الذر وبعفوية أنت تجاهلت عمدا هم تجاهلوا بعفو يعني لم يقصدوا فالله عز وجل من سننه جعل العقوبة في الآخرة نفس ما فعلت في الدنيا لذا الله عز وجل قال ربي لما حشرتني أعمى هو مسلم الدليل قال ربي ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة ترى أنا يا رب يوم القيامة كنت أشوف يوم في الدنيا كنت أشوف حين الآن في اليوم القيامة ما أشوف ليه يا رب أنت تحس بنعمة البصر تبقى معك إذا مت ستبقى معك الله عز وجل إذا أنت مت وانتقلت اليوم المحشر سيعاقبك الله بحواسك بمثل ما فعلت قال صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يمشي على رأسه يوم القيامة نكس الفطرة قلب الدنيا جنس ثالث قلب فطرة يوم القيامة على رأسه يمشي قالوا يا رسول الله كيف يمشي على رأسه هو الذي أمشاه على قدمي يعني اللي مشاه على القدمين هو قادر على أن يمشي على رأسه نكس حياته فأنت تصور الحواس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يدعو عافني في سمعي وبصري واجعله الوارث مني يعني نقله معي للآخرة ها اجعل هذه النعم الحواس معي أنا يوم الدنيا اللهم عافني في سمعي عافني في بصري واجعله الوارث مني يعني اجعل ينقلها معي ما تحرمني إياها يا رب فيوم يبعث الناس تعال هذا احرموه من حاسة كذا هذا اسلبوا منه حاسة كذا هذا صغر حجمة لأنه متكبر اجعلوه مثال النمل يمشي هذا الرجل خليه يمشي على رأسه نكس الفطرة خليه يمشي على رأسه تبدل الموازين يوم القيامة فهذا الرجل يبعث ما يشوف أعمى قال يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير ترى أنا يا رب كنت أشوف تتحسي بالنعمة هذه بلد إن فيك إجبارية لا ترى الله أعطاك إياها أنت ولد ما تملك شيء أنت أصلا ما تذكر يوم ولادتك لو لما أرخه لك العقلاء ولا أنت ما تعلم متى ولدت أنت لا تذكر أول يوم في حياتك ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا السنة السنة الأولى وربما العامين العامان في أول عمرك ما كنت تذكر شيئا في حياتك أبدا كيف تربيت كيف أكلت كيف شربت كيف نظف أذاك ما تعرف سخر الله لك الناس كأم وأب سخرهم لك سبحانه فهو يظن أن هذه الحاسة هو طلبها جاءت بجهده فقال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ترى الآيات جاءتك أنت ما ذهبت لها أنت في الآن في بيتك نصحف في المطبخ مصحف في جوالك هذا مصحف في هذا الجوال مصحف تمشي في السيارة الراديو وذعت القرآن آياتنا أتتك وينما تسير عندك آيات الله قال كذلك أتتك آياتنا أنت ما ذهبت لها أنت ما قلت يا رب بعثلنا نبي ما قلت وولدت شفت الإسلام وشفت النبي وشفت القرآن فأنت ما طلبت من ربك آيات ولا قرآن فالله عزيزي قلت ترى أنا بعثت لك الآيات قال كذلك أتتك آياتنا يعني أنت ما سعيت لها أنا سخرت لك وشوف قبل مدة كنت أجالس أحد القراء صوته عذب أحب أنا أحب هذا الصوت فتكلمنا أصبح سألني عن بعض القراء فقلت له من سنن الله قلت له والله أعلم من سنن الله أنه في كل عام أو عامين يخرج لنا من صوته جميل جدا شجي فقال لي لماذا الله عز وجل دائما يخرج لنا الأصوات الجميلة في كل عام أو عامين قلت له ليرجع الناس للقرآن يعني ربما الناس سمعت صوت فلان ألفت ثم بعد ذلك نسيت القرآن فيخرج لها صوت جميل فيرجعون يسمعونه رحمة الله نكمل بعد رفع الأذان إن شاء الله حياكم لهذا النسيان الله عز وجل يقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آيات أنا ترى الآيات عندك المصحف عندك في المطبخ وربما في المكتبة وربما تحت التلفزيون وانت تكلمني الآن وانا أكلمك تحت التلفزيون في مصحف ما عنده في الموبايل في النت حين 24 ساعة نت حين 24 ساعة ها وش كتف لان ريتويت يستاهل هذا ما يسحسبون الله عليك ستموت هذه عشتنا ترى أو واتس أب واتس أب أو واتس أب الجروب الجروب العائلة الجروب العمل ترى عندك أنت مليون جروب تقرأ عندك قرآن قال كذلك أتتك آياتنا جاءت عندك الآيات فنسيتها أنت نسيت الآيات تركتها لأنها ليست في قلبك القلب ذاكرته سرمدية نسيتها أنت تريد من يضحك القرآن ربما يبكيك تريد أنت من يشغلك في الدنيا والوناسة والجلسة القرآن يذكرك بالآخرة بمآلك في جنتك ما تريد ما تريد أن تذكر القرآن ثقيل عليك صح؟ فنسيتها زينما العقوبة يا رب وكذلك اليوم تنسى نحن ننسى وحدة بوحدة وحدة بوحدة لهذا ربنا سن لنا دعاء جميل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا طرحنا يا رب ننسى نحن بشر نحن بشر والله عز وجل شانه قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت كأن كأن الله عز وجل شوف شوف ما أجملها بالله العظيم اسمع 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 ثم ناخذ التصالات اسمع بداية قال الله ولا تقولن لشيء ما قال لبشر لأي شيء حتى الشجر يوم تزقيها باكر بزقيك قال لشيء يعني أي شيء يحاط بك نظارة انكسرت زين باكر بصالحك ربنا قال قلها قل إن شاء الله لأنه أنت تمشي بقدر أنا كتبته فالله عز وجل ما قال ولا تقولن لرجل وما قال ولا تقولن لأحد قال لشيء أي شيء يحط بك إذا أردت أمرا به علق الأمر بالله لا بك لا بقدرتك لأنك تجري بقدر الله فقال الله اسمع وانتبه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ثم قال واذكر ربك إذا نسيت لماذا حتى لأنك إذا ذكرت الله تكفل الله بكل شيء يحيط بك إذا ذكرت الله تكفل الله بكل شيء يحيط بك أي شيء يحيط بك الله تكفل فيه أنا أذكرك بس أنت تذكرني ترى أنت تشغلك الدنيا تشغلك رواتب فاتورة الكهرباء الموبايل فالبترول راتب الخدامة الوظيفة وقعت وراق أنت تذكرني وأنا بذكرك كل شيء بنقاته فالله عز وجل لما ربط أمر النسيان ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله قال واذكر ربك إذا نسيت يعني الله كأن الله يرتب أموري الدليل الدليل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ترى أنت أذكرك أنت كمسلم أذكرك لا تربط شيء بشيء إلا تقول إن شاء الله واذكرني إذا نسيت لأن أنا أتكفل بأمورك لا تصبح كمن نساني فجعلت أموره غير مرتبة جعلته ينسى نفسه هو نسى نفسه هو نسى نفسه فإياك أن تكون مثله شف عظمة الرب سبحانه وتعالى